موسيقى موسيقى زين الدين زيدان يعود ليبدأ عهدة تانية مع فريق ريال مدرين بصلاحيات ونفوذ أوسع موسيقى ريمونتادا مانشستر يونايتد ويفنتس الإيطالي في دور أبطال أوروبا عقول مدربين أم قدرات لعبين موسيقى على رغم من خسارة هلال القدس أمام الوحدات الأردني إلا أن حضور الأخير للأراضي الفلسطينية هو الحدث موسيقى أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي خط التماس بعد فوزه مع الفريق الملكي خلال موسمين ونصف بتسعة ألقاب غادر زين الدين زيدان ريال مدريد بعد جدل فني مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز حول نفوذ بعض اللاعبين وإمكانية تعزيز الفريق الأمر الذي استدعى الطرفين إلى الانفصال المؤقت الذي لم يدم أكثر من عشرة شهور فشل في الدوري المحلي وإقصاء مبكر في دور أبطال أوروبا استدعى الرجل الأول في ريال مدريد دل اتصال بصاحب الابتسامة الوسيمة الذي تحول إلى منقذ وصاحب في وقت الضيق زيزو يعود إلى الملكي كأغلى مدرب في العالم في يونيو الماضي أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رحيله عن الفريق الملكي ريال مدريد بعد خلاف فني مع رئيس النادي بيريز حول إحداث تغييرات مهمة بتشكيلة الفريق وانتداب بعض اللاعبين رحيل لم يدم أكثر من عشرة شهور حتى أيقن بيريز أن قراراته بإسناد مهمة التدريب على لوباتيغي وسولاري كانت خاطئة قرارات أدت إلى سقوط الملكي في الدور المحلي وبدور أبطال أوروبا العلاقة الدافئة بين الرجلين بالإضافة إلى حب وارتباط زيدان بمدريد استدعت فريز للضغط على زيدان العودة إلى سينتياغو بيرنبيوك أغلى مدرب في العالم بصلاحيات أكبر وبسلطة أقوى في مسألة ضم اللاعبين صاحب الابتسامة الوسيمة يقف أمام مهام صعبة علما أن لا شيء يصعب على صاحب الخبرة إعادة الابتسامة إلى غرفة الملابس والثقة لدى اللاعبين والبدء في بناء فريق قوي ينافس في الدور المحلي ودور أبطال أوروبا في الموسم القادم من مستشار بالفريق الملكي عام 2010 ومساعد للمدرب كارلوس أنشلوت عام 2013 بدأ مسيرته الفنية في ريال مدريد وفي عام 2014 عين كمدرب للفريق الثاني وبعد إقالة رافا بنيت استمت عينه للفريق الأول عام 2016 لعقد مدته عامين ونصف حقق فيها زيدان تسعة ألقاب منحته عهدة ثانية في البرنبيو ولقب المنقذ لريال مدريد إذن الصديق وقت الضيق ولقب المنقذ وللحديث عن زين الدين زيدان ينضم إلي هنا في الاستوديو المدرب سمير عيسى أهلا ومرحبا بك الصحفي وخبير في الشؤون الرياضية جودة عودة أهلا ومرحبا بك الصحفي لواء يزعب أهلا ومرحبا بك إذن يطول الحديث عن زين الدين زيدان أغلى مدرب في العالم بداية هل قرار بيريز كان صائب وبالطبع نتحدث عن قرار مستعجل بعض الشيء عندما نتحدث عن شهر مارس واضح أنه الفشل بتاع المدربين اللي قادوا فريق ريال مدريد هو اللي أجبر بيريز أنه يعود لزين الدين زيدان على ما يبدو كمان الإعلام الإسباني ركز على قضية زين الدين زيدان كان بالحرق أنه زين الدين زيدان كان شريك وقائد مسيرة ريال مدريد بالفوز بثلاث ألقاب تشامبيونز ليج على التوالي كان في عنده سيطرة واضحة على اللاعبين زين الدين زيدان اللي بيميزه على الباقي المدربين اللي موجودين اليوم في الساحة الكروية في العالم أنه زين الدين زيدان في ريال مدريد عندما يدخل إلى الغرفة يأتي إلى اللاعبين من فوق لأنه كان نجم ساطع كلاعب كرة قدم عمليا هذا الاشي بأهله أنه في احترام من قبل اللاعبين لهذا المدرس هل زين الدين زيدان قادر بالطبيع على إنقاذ ريال مدريد؟ أخي قدم اليوم نحن في كرة القدم في عصر المنافسة والتنافس والثروات المالية والإنجازات والشهرة وبالتالي فريق كارير المدريد اللي طبعا الكل في السنوات الأخيرة المنافسة مع برشلون المنافسة مع بقية الفرق الأوروبية الكبيرة على الألقاب الأوروبية وعلى الدوريات المحلية بالتالي أجبرت وكما قال أخي أبو لؤي المدرب سامين عيسى أجبرت فلونتونو بيريز على أنه يغير رأيه وبالتالي إحضار أو إعادة زين الدين زيدان يعني أعادة المسار من جديد إلى فريق ريال مدريد وباعتقادي أنه كما قال أيضا أنه الهيبة والعظمة التي يمتلكها زين الدين زيدان كلاعب وكمدرب وكشخصية في الملعب في غرف الملابس في أينما كان يتواجد ستأتي بثمارها على اللاعبين الذين يتواجدون بالفريق هل له أي السقوط أمام بارشلون في الدوري وأيضا في كأس الملك وطبعا يعني من حسم قرار زين الدين زيدان أم الخروج المبكر طبعا من دوري أبطال أوروبا كل النقاط التي كانت موجودة كانت مؤثر على خروج السولاري بالشكل الذي كان بس من البداية زيدان في اليوم الذي ترك ريال مدريد أعلن بشكل صريح وقال أنه الفريق اليوم غير جاهز لأنه يقدر ينافس على المنافسات لأنه سبب بسيط هو بحاجة لتجديد معين سنتحدث طبعا عن جزوزية فريق ريال مدريد وما طلبه أيضا زين الدين زيدان من رئيس نادي بيريز ولكن قبل كل شيء دعونا نتذكر هذه اللحظات من المؤتمر الصحفي لزين الدين زيدان وأعلانه كمدرب رسمي لفريق ريال مدريد نحن اليوم هنا لنقول مرحبا بمدربنا زين الدين زيدان عزيزي زيزو شغفك بريال مدريد يعني أنك متجه للعودة إلى أفضل نادي في العالم السبب أنني تركت نادي هو أنني كنت بحاجة إلى ذلك في ذلك الوقت كنت مدربا لريال مدريد وكان النادي في حاجة إلي أيضا أود أن أشكر سانتياغو سولاري على عمله كمدرب لفريق ريال مدريد حتى اللحظة الأخيرة أظهر احترافه ومشاركته الكاملة وولاءه للنادي وأنا السبب في أنني قررت العودة هو أن الرئيس تصل بي وبما أنني يحب الرئيس والنادي فأنا هنا نفتح باب النقاش مرة أخرى هل بيريز أخطى في الصيف ولم يستمع إلى زيدان ونصائح زيدان في كل ما يتعلق في تشكيلة الفريق واتخاذ القرارات من بعض اللاعبين وهل فعلا ريال مدريد يعني اللاعبين في ريال مدريد استوفوا بعض الشيء أو دعنا نقول يعني حان الوقت للتبديل استشف من سؤالك ومن كلامك وكأنه فقط ترك زيد الدين زيدان لريال مدريد هو السبب المباشر لفشل ريال مدريد هذا الموسم إن كان بالشامبيونزلي وإن كان بالدولة لكن هناك لاعبين في غير مستوى ترك رونالدو كريستيانو رونالدو لريال مدريد الترتئتير واضح على نتائج الفريق على ثقة اللاعبين على أرض الملعب على العنصر الهجومي في ريال مدريد لأنه عمليا في الفترة الأخيرة عم يشوف في عدة مباريات أنه تنقص اللمسة الأخيرة جاءت مباراة الأمس وأثبتها للقاسي والداني بين ملك اللمسة الأخيرة هو كريستيانو رونالدو باعتقاد ترك زيدان وكريستيانو رونالدو ونوع من الإشباع عند بعض اللاعبين خمس أو ست لاعبين عند حالة إشباع مثل كروس مثل مودريج مثل كازيميرو باعتقاد هو هي كل أسباب مباشرة للخطأ الذي ارتكبه رئيس ابندي ولكن هناك ويتحدث عن كريستيانو رونالدو الفريق يجب أن يستمر أيضا بدون كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر اليوم 34 عام يعني دعنا نتحدث عن اللاعب ولكن هل فعلا غياب كريستيانو هو من أثر فقط على ريال مدريد أو لو أخذ بيريس بن الصائح زين الدين زداء من البداية كان الوضع يختلف أخي هذا ما أسمع بالمقارنة دعني ألاحظ شيء بسيط ألاحظ حتى من بعض الأصدقاء والمقربين والعشاق فريق برشلونة مثلا عندما كان يغيب ميسي أو في حالة غياب بيسي كان يتأثر فريق برشلونة إذن هناك على ما يبدو بعض الفرق التي تدأثر بغياب النجم الكبير وبدون شك غياب رونالدو عن صفوف ريال مدريد أثر إلى حد ما بالنسبة لموضوع ترك زيدان ونصائحه لبيريز ولم يستمع إليه نحن نعيش في عصر التكاهنات لا أحد يعرف ماذا درى وراء الكواليس وماذا درى في غرف الملابس أو غرف الإدارة بالضبط لماذا ترك زيدان ولماذا ترك رونالدو هناك من يربط ترك زيدان بأنه عرف مسبقا أن رونالدو سيترك الفريق ورونالدو يقولون أنه ترك الفريق لأنه أشعر وأحس أنه فلورنتينو بيريز لم يعد صنفه بمصاف الكبار والذين لا يمكن الاستغناء عنهم ولكن أعتقد بالتالي أن المسار الصحيح يبدأ بهذه الخطوة وكلنا نعرف أن زيدان صرح أيضا في المؤتمر الصحفي وقال أنه هناك سيكون تغيير لن يكون تغيير جدري لن نبيع 789 لاعبين ونأتي بدلهم ولكن سيكون هناك إضافة لعدد من اللاعبين الجدود أتواصل مع ما حكى الأستاذ زيدان بالمناسبة زيدان كان فيه عنده ثلاث محطات خلال السن الأخير اللي كانت هي الفاصل الأهم بأنه يترك ريال مدريد كان في البداية مع الحارس مرمى تلاتيكو بالباو اللي حاولوا أنه يمضوا معه ولكنه رفض الفكرة يوقع معه كيبا المرحلة الثانية كانت عدم رغبته في أن بيل يستمر والشغل الثلاثي والأخير هي كانت رونالدو كريستان رونالدو أعتقد أنه زيدان في الخطة اللي عملها وكان أكثر إنسان عبقري موجود يعني أستاذ سمير تحدثت عن زين الدين زيدان وكان هو المنقذ ولكن دعنا نتذكر قبل سنتين أو ثلاث لا 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 أتحدث ولكن أنا أتحدث قبل سنتين أو ثلاث يعني هناك بعض اللاعبين لم يسمع أحد مثلا بأسينسيو أو دعنا نتحدث عن إيسكو أو العديد وخلق جو هل تأثير المدرب أو العام الإجابي داخل غرفة الملابس هو سر النجاح؟ بدون شك احتضان زيدان لللاعبين مثل إيسكو أو أسينسيو باعتقادي أعطاهن جرعة ثقة كبيرة لللاعبين صغار السن بحاجة لإلها ونشوف اليوم كمان في جيل صاعد اليوم في بنيسيوس لاعب البرازيلي لاعب الطرف الرهيب باعتقادي دول اللاعبين بحاجة لنوع من الثقة ونشوف كمان يعني خد على سبيل المثال إيسكو أين إيسكو الآن؟ أين إيسكو؟ أحد لا يسمى على إيسكو لأن علاقته الاجتماعي مع المدرب لوباتيجي غير جايدي وهو نجم كبير في المنتخب؟ نعم وهو نجم كبير في المنتخب نعم ولذلك يعني هذا يأخذنا طبعا إلى الموضوع الثاني في يتعلق هل المسألة تتعلق بخدرات اللاعبين بخدرات المدربين أو باللاعبين يعني هذا هو النقاش اليوم من زين الدين زيدان إلى سولاري يبقوا معي لننتقل إلى الموضوع الثاني شهد دور أبطال أوروبا انقلابات واري منتادة حولت البطولة إلى أكثر البطولات إثارة وحماسة فبعد موقعة مدريد والتي أطاحت بحمل اللقب ريال مدريد على يد أيكس الهولندي قلبت كتيبة سولشاير الطاولة في العاصمة باريس وتأهلت إلى ربع نهاء البطولة بعد ريمونتادة على فريق باريس سان جرمان وزعزع سيميوني مدربة ليتكو مدريد عفوا عرش نظيره أليجري في ذهاب المرحلة بعد فوزهم بهدفين مقابل لا شيء وبدأت تتنقل وسال الإعلام إمكانية إقالة أليجري في نهاية الموسم ولكن الأخير استطاع قلب الموازينة والتأهل بعد ثلاثية في ملعب تورينو إذن نستمر في الحديث عن قضية ترينة أحداً لن يمس أليجري ثقافة الرياضة وكرة القدم بالذات في أوروبا تختلف كلها عما يدور في البلاد كرسي المدرب ثابت وليس هزاز أليجري مدرب من اتراز رفيع المستوى حتى بعد الخسارة أمام أتلاتيكو ومدريد المسؤولين في يوفينتوس بأخذوا في عين الاتبار إمكانية الخسارة أمام أتلاتيكو والحديث يدور عن فريق جيد فريق ممتال حتى لو لا بيعبر يوفينتوس ممكن يستغنوا عن أليجري فقط بحالة واحدة حالة الإشباع ولكن في الفترة الأخيرة يتم الحديث عن انتقال المدربين لو خسر أليجري مباراته ضد أتلاتيكو ومدريد الجميع تحدث عن إمكانية إقالة المدرب في نهاية الموسم أليجري ليس بزيدان أو بكوارديولا هل أحدا من المتكاهنين ضمن إبرام اتفاقي لخمس سنوات بعد الفوز يعني بعد الخسارة إقالة أما بعد الفوز لا باعتقادي هناك خطة عمل مدروسة أليجري ما يقارب الأربع أو خمس سنوات في سوفيليوفينتوس ممكن أليجري صار فيه عنده حالة إشباع وممكن هو كمان أليجري ذكر الزميل جودة نحن لا نعلم كل صغيرة وكبيرة ما يدوره في غرفة الملابس وفي الاجتماعات هناك أمور خفية لا يعلم فيها أحد هذه أمور كرة القدم سبق في نطاق التكاهنات ذكرنا في الحديث السابق زين الدين زيدان سولتشير سولتشير هو ظاهرة وكان لاعب ظاهرة لاعب بديل خلق حالة رهيبة في لاعب كرة القدم كبديل ربما يقال أفضل بديل لعب حتى الآن في الدورة الإجيزة وفي دورية أوروبية صنع الكثير من المعجزات الإفادة الكبرى أنه لم يعني لم يستغني عن والده في الملاعب السير أليكس فرغوسون المدرب الكبير جاء إلى مسلس رونيتين عرف ماذا يحتاج ذهب إلى فرغوسون استشار فرغوسون وأنت تشاهد فرغوسون تواجد في الملاعب دائما وحتى ينزل إلى غرف الملابس ويتحدث مع اللاعبين وهذه بالنسبة لسولتشير يعني علامة في كبيرة أنه قرر ذلك لأن فريق منشستر رونالدو كان بحاجة إلى تغيير جدري والتغيير كله وهذا يقوم طبعا إلى السؤال الآن الرئيسي باستثناء ميسي وكريستيانو رونالدو هناك مقول أن ميسي وكريستيانو رونالدو يصنعون طبعا المدربين وهناك مدربين تصنع فرق واندية كبيرة هل فعلا نشاهد اليوم نحن في فترة بالأخص في الأشهر الأخيرة أن هناك مدربين تصنع فرق بعد إقالة مورينيو من مانشستر يونايتد ودخول سولتشير إلى مانشستر يونايتد عودت زيدان إلى ريال مدريد بعد فشل ليلو باتيجي وأيضا سولاري وهذا السؤال للسيف ذو حدين زي ما بحكوها غوردولا شاهدنا البصمة الجميلة اللي عملها في برشلونة شاهدنا أيضا البصمة الجميلة اللي عملها في بايرن اليوم نتيجة 7-0 ضد شلك في دور ثمن النهائي في دور الأبطال هي نتيجة غير متوقعة مانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة كان هناك انفاق كثير من الماد أجلب كثيرا عديد من اللاعبين ومجرد وجود غوردولا الآن هو أضاف إضافة وبصمة جديدة على الفريق هل فترة المدربين أم اللاعبين لا يوجد مدرب باستطاعته صنع لاعب يوجد لاعبين باستطاعته صنع مدرب مدرب يستطيع أن يصنع فريق متكامل متجانس ينتشر بشكل سليم اللي صار في مانشستر ينايتد هو عمليا عدم اتفاق من ناحية اجتماعية بين مورينيو وبين اللاعبين كان فيه شرخ في العلاقات الاجتماعية أثر على نفسية اللاعبين اليوم نشوف على أرض الملعب لاعبين مشحونين بشكل رهيب مثل بوغبا المدرب هو من يؤثر على اللاعبين نعم طبعا بدون شكل علاقات بين المدرب وبين اللاعبين لها أساس متين جدا وإلى تأثير مباشر على أداء اللاعبين بشكل فردي وأداء اللاعبين بشكل جماعي تم الشرخ بين السولاري وعدد اللاعبين نعم زيلو باتيجي وإيسكو يعني عمليا زيدان مفيش بينه بين اللاعبين شرخ زيدان في محبة بينه بين اللاعبين وشوفنا احنا كيف اللاعبين كانوا يرفعوا يزيدوا زيدان لفوق بلاوا بعد الفوز باقتضاب يعني ما شاهدنا في دوري أبطال أوروبا هل فعلان هي لعبة شترانجة بين المدربين كانتها عقول أكثر يعني عندما شاهدنا السيميوني ضد أليغري وشاهدنا أيضا آيكس ضد ريال مدريد أنا عندي علامة سؤال كبيرة على هذا الموضوع أين عقول أين عقل سيميوني في مباراة ضد يوفينتوس كلنا نعرف إمكانيات فريق أتلاتيكو مدريد كلنا نتوقع أنه ممكن أن نسود أمام يوفينتوس أن يخرج بالنتيجة معقولة لكي ينتقل إلى المرحل القادمة لكن ما شاهدنا والعكس تماما سيطرة مطلقة 90 دقيقة تقريبا ليوفينتوس أكل الملعب بين قسيل وبالتالي غابت عقلية سيميوني والآن أريد أن أنتقل طبعا إلى موضوع آخر من بطولة الأمم الأوروبية إلى بطولة الأمم الآسيوية على الرغم من خسارة فريق هلال القدس في كأس الأمم الآسيوية لفريق الوحدات إلا أن الفوز الأكبر هو حضور الفريق الأردني الأراضي الفلسطينية مباراة كرة قدم فاقت البعد الرياضي فريق الوحدات يمثل المخيمات الفلسطينية في الشتات والهلال يحمل اسم مدينة القدس أستاذ فيصل الحسين استضاف اللقاء التاريخي واحتضن جميع الفلسطينيين مع مختلف التسميات والتعريفات مباراة لها وقع خاص داخل كل فلسطيني الوحدات يمثل المخيمات والشتات في الأردن والهلال الذي يحمل اسم القدس جئنا نشجع الوحدات هنا لأن طبعا من زماء من يوم يوم نحن نتابع الوحدات من زغرنا عنا أبائنا وأجدادنا ونعرف أن النادي الوحدات نادي مخيم فلسطيني موجود في الأردن على الرغم من أنها زيارة قصيرة إلا أن حضور الوحدات إلى الأراضي الفلسطينية هو الحدث بذاته الحواجز الإسرائيلية لم تمنع إصرار الشقيق من حضور الحدث التاريخي برقاعدة جماهيرية لنادي الوحدات موجود في فلسطين كونه نادي مخيمات نادي يمثل للاجئ الفلسطيني الشتات الفلسطيني حمى الرسالة من سنوات طويلة من خلال الرياضة وكرة القدم تحديدا لكل فلسطيني في الخارج هو نادي الوحدات بكل صراحة النكبة الفلسطينية هجرت أباء وأجداد لعبي البحدات الذين عادوا للقاء أشقائهم من خلال كأس الاتحاد الآسيوي كنت أتمنى أن أرى هذه الحشود عنا في الأقصى مثلا هيك إشي يعني والتلفزيون يهتم بهيك إشي أكتر ما يهتم يعني نعبر وقول هدول أو هدول شو مستفيد أنا بمدينة الكدس أو شو مستفيد فلسطيني الجماهير الفلسطينية أبرقت رسالة واضحة إلى الفرق العربية الشقيقة وطالبها بالخضور واللعب في الأراضي الفلسطينية على الرغم من الواقع السياسي الذي يعيشه الفلسطيني نتمنى من نادي الجيش السوري والنجم اللبناني إنهم يبادروا فضلوا عنه ويزورونا ويشوفوا كرم الضياف اللي عندنا بهاء فيصل لعب منتخب الأردن من أصول فلسطينية استطاع تسجيل رباعية وقيادة فريقه للفوز بسداسية مقابل هدفين على هلال القدس حلم الملايين بمشاهدة الفريق الأردني يلعب على الأراضي الفلسطينية انتهى بمرور تسعين دقيقة رافقتها تشجيع فلسطيني هدف بصوت عال الوحدات والهلال والقطس عربية عندما نتحدث عن فريق الوحدات الأردني فإننا نتحدث عن فريق يمثل الشعب الفلسطيني في الشتات وعندما نتحدث عن فريق هلال القدس فإننا نتحدث عن سفير الكرة الفلسطينية الذي حقق إنجازا كرويا بصعوده إلى كأس الأمم الأسيوية على الرغم من خسارة فريق هلال القدس بهذه المباراة إلا أن الفوز الأكبر وحضور فريق الوحدات إلى الأراضي الفلسطينية نعم على أصوات الأنغام الرائعة وطبعا هذه أغنية فريق الوحدات الأردني نستمر هنا في الحديث أنت دربت في السابق في الدور الفلسطيني طبعا مع فرق كبير وأيضا شاركت في هذه البطولة ولكن طبعا عندما نتحدث عن فريق فلسطيني دائما ما تمتزج المشاعر الدينية القومية والوطنية وبالأخص فريق هلال القدس وفريق الوحدات أنا دررت فريق هلال القدس وكمان في البطولة الأسيوية للنوادي أعتقد أنه بالنسبة للمباراة أنه هلال القدس اللي هو بطل فلسطين بطل الدور الفلسطيني يخسر بنتيجة ستة أمام الوحدات على أرض بلعبه في القدس أعتقد أنه هي بتفسر الفارق الشاسع بين كرة القدم الأردنية والكرة القدم الفلسطينية يعني سأف التوقعات في كرة القدم الفلسطينية لازم يهبط شوينا أو علما كرة توقعات؟ نعم طبعا في توقعات حتى لما نشارك المنتخب بطولة آسيا كان في توقعات كبيرة حتى لما خسر بنتيجة 3-0 أمام أستراليا كان في نوع من الاستياء لا هذه نتيجة ممتازة للمنتخب الفلسطيني أمام فريق أستراليا لأنه حديث العهد كرة قدم متواضعة نوعا ما ولسه في خطواتها الأولى باعتقاد المباراة في إلها نكهة سياسية نوعا ما فريق الوحدات فريق ممتاز بممتاز بعنصر هجومي رائع ورهيب ولكن أنا باعتقاد المتواضع هلال القدس لم يعد ولم يجهز بشكل جيد لهذه المباراة على المستوى طبعا شهدت هناك في هذه المباراة مزيج كان بين الجمهير الفلسطينية واضح طبعا فريق الوحدات له قاعدة شعبية مخيفة أيضا هنا في الأراضي الفلسطينية ويمثل الجالية الفلسطينية كما أشرت في الأردن على الأغلب يعني وحي الوحدات معروف طبعا وبالتالي هو عبارة عن مباراة ديربي يمكن اعتبارها وكما أشار أخي سامير المدرب بالفعل هي نتيجة كبيرة وغير متوقعة 6 إلى 2 خاصة ما ننساش أنه فريق الهلال القدس تمكن من أنه يعود من مباراته أمام الجيش السوري صحيح أن المباراة لم تجر في سوريا ولكن أمام الجيش السوري أحد أعرق وأقوى الفرق في سوريا بنتيجة التعادل فكان من المفروض أن يكون ند أقوى وأكبر لفريق الوحدات الأردنية مع كل تاريخ فريق الوحدات الأردنية وبطولاته التي حققها حتى الآن هناك عديد من اللاعبين العرب طبعا من الداخل الفلسطيني تحدثت عن مشاركة واسعة في فريق هلال القدس الفعلا يعني هناك موهبة كروية ممتازة ممكن أن تساعد الدوري الفلسطيني في التقدم؟ بدون أن نشك شبابنا الرياضيين موجودين في الدوري الإسرائيلي هنا بقدروا بشكل مباشر أو غير مباشر نفيدوا للدوري الفلسطيني أو حتى المنتخب الفلسطيني لاحظنا أنه فيه كان حارس المرمى في المنتخب الفلسطيني وكما لاعب الهني من الداخل الرياضة كالفلسطينية زي ما تفضل أستاذ أبو لؤاي الرياضة الفلسطينية بحاجة ماسية لأنها تنزل من التوقعات والرؤية تعيدها لأنه للأسف الشديد الظروف المتواجدة عندنا لا تسمح لأنه يكتوروا الرياضة بشكل مباشر نعم سميري أنت مرة أخرى دربتها هناك ولكن واضح أن هناك نفوذ واضح للعديد من اللاعبين العرب من أسل الفلسطينية من داخل الفلسطين طبعا في هذا الدور هل بالفعل هذا ما سألته للؤاي هل هم قادرون أو يستطيعون من تطوير هذا الدور نعم بدون شك إذا تبتسمح الظروف أكثر للدور الفلسطيني أنه يأتمد كمان على لاعبين عرب من دول عربي استقطاب لاعبين من الأردل على سبيل المثال باعتقاد هذا الاشي راح يزيد المنافس الشديد وإحنا بنعرف وإحنا في مجال قولة القدم شكرا جزيلا لك طبعا يعني الحديث يطول وأيضا جودة عودي وأيضا صحفي لواء زعبي وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إلى اللقاء